السلام عليكم حبايبي شلونكم شخباركم يا رب تكونوا بخير وياكم عادل من قناة كل يوم معلومة خمس تطبيقات ضرورة نصبهن بجهازك إذا كان جهازك آيفون إذا كانت مهتم بهذا الشي تابعنا للأخير حبايبي رجعنا لكم أول تطبيق هو هذا التطبيق سايجيك هذا هو التطبيق التطبيق سايجيك هو تطبيق خرائط يعني هذا التطبيق جدا رائع يعني يختلف عن خرائط جوجل هذا التطبيق يعني مفيد جدا والميزة الحلوة به أنه هذا التطبيق يقدر يشتغل بدون انترنيت يعني أنت تقدر تحمل الخارطة الخاصة ببلدك وتقدر بدون انترنيت عن طريق الجي بي اس تقدر تتنقل من مكان مكان أو تندل مكان مكان عن طريق هاي ثلاث خيارات الفوق هاي الخطوط ثلاثة تضغط الخيار الثالث هو مكتوب إدارة الخرائط تقدر تضغط عليه وتقدر تحمل البلد اللي عجبك أو المحافظة التي عجبك أو المكان اللي أنت مهتم به وبهاي الطريقة تقدر أنت بدون انترنيت تقدر تستفاد من عنده طبعا هذا التطبيق مفيد جدا للي عده سيارة يقدر يثبت هذا الموبايل ما تداخل السيارة ويقدر يندل أي مكان يريد يروح لها بالسيارة ما يندله عندنا هذا المربع الفوق ومربع البحث تقدر تضغط عليه وتكتب المكان اللي تريد أنت نفترض نكتب دهوك نختار دهوك رح نقول للحصول على الاتجاهات شوفوا حبايبي هنا رح يرسم لك إحنا من محافظة بغداد رح يراويك الطريق باتجاه محافظة دهوك وإذا أكو أكثر من طريق فهو رح يطلحن إليك هنا يراويك المسافة 486 كلمتر وهنا ينطيك عدد الساعات والدقائق المفترض أن توصل بيها فأنت مجرد تطيل بدء تقدر تثبت التلفون بالسيارة وتقدر يعني من خلال ما السيارة تمشي هو المؤشر رح يمشي وياك وطبعا جوه هذا الوقت المفترض أن توصل بيه وعدد الكيلومترات ورح يمشي وياك عن طريق الجي بي اس وما يحتاج إلى انترنت فالتطبيق كل شي حلو قلت لكم أنا من جربة وإن شاء الله ينال عجاكم ورح أترك لكم رابط تحميل التطبيق بصندوق الوصف التطبيق الثاني حبايبي هو التطبيق كام سكنر هذا التطبيق يعني مفيد جدا للي عنده مثلا كتوب أو عنده فد ملزمة أو عنده أشياء ورقية يريد يوثقها فيوثقها بشكل يعني جدا احترافي وواضح يعني أفضل ما تطق لصورة وتحفظه مثلا عندك فد كتاب إذا شيت موظف أو إذا عندك مثلا ملزمة إذا شيت طالب أو أي شي ببالك عجبتك فد كتاب شفته تريد صورة أو حتى جنسية مثلا مستمسك رت الصورة بدقة عالية وباحترافية فهذا التطبيق راح يفيدك نفتح التطبيق هذا هو كام سكنر هذا من أفضل تطبيقات المسح الضوئي هنا يمجربه ويعني الحلو بي أنه تقدر تشارك الملفات بـ PDF هنا هذا هو واجهة التطبيق هاي الجوة آيكونة الكاميرا نضغط عليها خلنا افترض ناخذ صورة لهاي الورقة تلاحظ التقطة الصورة يطلع عندنا هذا المستطيل يعني إحنا نختار المكان اللي نريد إحنا ناخذ له سكنر نفترض أنه ننزلها هي جبها الأبعاد هنا على يمين جوه نلغط هذا السهم الأخضر ش راح يسوي هو راح يسوي فد مسح للورقة ويطلحها بشكل احترافي يعني وكأنما أنت جاي تستنسخه بجهاز السنساخ وأفضل من النسخة الأصلية راح يطلع عندك فهنا جوة عندك هناك ثمات يعني إذا تريد تختارها أو تقدر ننفسها تضطي هذا الصح الأخضر راح يبدأ بحفظ الصورة هذه هي الصورة نحفظت بس نحفظت داخل التطبيق إذا أريد أحفظها بالستوديو فأني أضغط على هذا المزيد ثلاث نقاط على اليمين هاي المزيد أضغط عليها وأقول له إلى الألبوم هنا أقول له إلى الألبوم هنا من ضغطت هذا الخيار أدك الصورة وان راح يتراحت للستوديو تقدر يعني بالستوديو تطلع عليها تقدر تدزها الصديق تقدر تحفظها وتقدر بنفس الوقت إذا أعدك عدة صور تقدر تسويهم بي دي اف عن طريق هذا الخيار اللي بنوصل مكتوب عليه مشاركة أضغط عليها أقدر أقول له شارك الخيار الأول شارك بتنسيق بي دي اف فتضغط عليها فهو شاح يسوي يعني نسخة البي دي اف يحولها بي دي اف وهاي الخضرة الفوق أضغط عليها مشاركة فهنا راح يجهزها كمشاركة أقدر يعني أشاركها عن طريق الإيميل أو أدزها مثلا عن طريق الواتساب يعني فتشي كلش حلو وتطبيق مفيد وإن شاء الله يعجبكم التطبيق الثالث هو تطبيق بريفايت بريفايت هذا التطبيق يفيدك كلش إذا أردت تحفظ مقاطع فيديو من اليوتيوب أو من الفيسبوك يعني تريد توثقهم يمك أو مقاطع صوت يعني هذا التطبيق مميز وأنا جربته ومن مميزات هذا التطبيق أنه يشتغل بالخلفية يعني أنت عند استخدامك لهذا التطبيق تقدر مثلا تشغل مقاطع فيديو أو أغاني ومقاطع صوتيات وتقدر تطلع بدقمة الهوم وهو الأغاني تبقى مستمرة يعني بالتشغيل بدون الإنقطاع التطبيق بمميزات أنه من اليوتيوب من تويتر فيسبوك من أي مكان مجرد تجيب رابط المقطع أو الفيديو وتطيق داونلو التنزيل خلني نجربه من اليوتيوب مثلا نفتح لينجل ونفتح تطبيق اليوتيوب خلنا افترض نحفظ هذا المقطع نضغط على إيقونة المشاركة ونقول له نسخ الرابط أجي أجيب الرابط هذا أخليه هنا أنا فوق نطيب يست هنا أقول له تنزيل من جرد أنه أقول له تنزيل راح يبدأ يحمل المقطع من اليوتيوب أجي شون أعرف يعني دا يحمل أجي هذا ثاني واحد من جهة اليسار تنزيلات فضاد عليه ألقاه هنا من المقطع بدأ يحمل هذا هو استحميل وهذا هو يعني الحجم بالميجة يبقى يحمل وهكذا أجي أضغط أجي مثلا أريد أحمل من الفيسبوك خلنا افترض أفتح تطبيق الفيسبوك أريد أحمل مثلا هذا المقطع مع الفيديو أقول له مشاركة أجي أقول له نسخ الرابط هذا نسخ الرابط أجي للتطبيق أفتح في أضغط فوق الشريط من عنوان أجي أقول له بيست أجي أقول له اذهب وهل هي مناسبة إنك تصور بها فيديوهات ليوتيوب ولا لا وأخيرا الكاميرا ديا راح يفتح لي الفيسبوك فأني مجرد أنه أنطي بلاي فهو راح ينطيني الخيار تنزيل نسخ الرابط أبلا تنزيل راح يبدأ ينزل هذا المقطع من الفيسبوك أرجي نفس الشيء أتشيكه وجاء ينزل المقطع من الفيسبوك فالتطبيق كلش حلو والأحلى شيء أنه يشتغل بالخلفية وينزل أي فيديوهات التطبيق الرابع هو تطبيق فوكاز هذا هو التطبيق طبعا هذا من أفضل تطبيقات التصوير والتعديل على الصور هنا عندك ميزة أنه تصور وعندك تفتح صور وتعدل عليها دعنا نفتح صور موجودة دعنا نفترض نختار هذه الصورة طبعا التطبيقات الاحترافية بالصور دعنا نفترض أن هذه الصورة نريد أن الخلفية مالتها فوكاز تختار مثلا تراك فيها اللقائق فهو تضرب ويلح واصلت أنما تكون واضح عندك هذه الخيار الصورة يجعل تَهن مثل المرسومة رسم وملونه الوراق أسواده وبيض عندك هذه الخيار لekiصف سويده فالصورة واستعترافية عندك ذلك الخيار تكون ملونة والأجزاء Sabbى اذا حدث عندك مشكلة مثلا بالصورة فتقدر تروح لهذا الخيار من الفرشة أو هاي المساحة اللي بصفة وتقدر تكبر الصورة وتقدر تمسح هاي الزايدة على مود تكون الصورة باحترافية أكثر باستخدام أصبعين تقدر تمسح هاي الزايد حتى شنو حتى الفوكاز يكون بس عليك أنت شوف هاي أقدر أمسح يكون الفوكاز فقط يمك أنت يعني أو الفوكاز أو غيرها يعني أي ميزة عندك أو أي ثيم أو أيها يكون بس يعني عليك هنا هاي آيكونة الفرشة وآيكونة المساحة هقدر أعدل بها بالأشوف آني مناسب باستخدام أصبعين أقرب اهنا أعدل هجي أعدل تعديل كامل والصورة بعدها أروح للخيار الأول وأجي أشوف أطبق الثيم اللي يعجبني شوف هاي خاصية الفوكاز هنا الدائرة مدائري كله صار مغوش بس هنا الوجه الصورة هيكون خاصية الفوكاز فهذا يفيد يعني التلفونات اللي ما بيها خاصية فوكاز فيطلع لك صورة كلش احترافية وحلوة عن طريق هذا التطبيق التطبيق الخامس والأخير هو التطبيق فيتشورد هذا التطبيق هذا يكون انت التطبيق هذا التطبيق هو تطبيق صور اج دي احترافية تقدر تستخدمها بوسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك انستجرام من خلال منشوراتك من خلال مشاركاتك فأنت تحتاج أن تنشر صور حلوة وصور احترافية وعالية الدقة فمن خلال هذا التطبيق تقدر خلال بوستاتك او منشوراتك تختار الصورة اللي تشوفها مناسبة لمنشورك وتحملها وتقدر تضيفها للمواقع عمالتك هنفترض نختار هاي الصورة هاي الصورة مثلا يعني عالية الدقة وتفاصيل حلوة وجميلة تقدر تضيحها هاي الايكونة مشاركة تنزل على حفظ الصورة تختار حفظ الصورة فعدها تقدر تلقاها بالالبوم الصور هاي هي الصورة حبايب التطبيق ايضا يضم خلفيات للشاشة او للتليفون تقدر من خلالها ايضا تنزل الخلفية اللي تعجبك وتخليها مثلا التليفونك ويعني اي شي متعلق بالصور راح تلقاه ورح يكون يتحدث بشكل يومي فيعني التطبيق راح يعجبكم كلش ونصبوه واستمتعوا بالصور اللي بي ويا رب اتمنى تكونوا مستفدتوا حبايبي من هذا الفيديو ونلتقيكم في فيديو جديد ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمونا بلايك وثيم الله اشتركوا في القناة